البراءة كلمة انتظرها البحرينيون طويلا وحكم حصل عليه الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية مع رفيقيه القياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود الشيخ سلمان كان متهما بالتخبر مع قطر جلسات طويلة وأشهر عديدة وهذه القضية معلقة لا التهمة مؤكدة ولا الأدلة موجودة ولا حتى القراء فكل خطابات الشيخ اعتمدت على السلمية وضرورة التحور مع السلطة للوصول إلى حقوق البحرينيين شعب البحرين انطلق في 14 فبراير وسيستمر في انطلاقة بسلميته المعودة وبحضاريته من أجل الوصول إلى هذه الحقوق البراءة كلمة لن تكون كفيلة في إخراج الشيخ من سجنه المستمر منذ عام 2014 فقضية التخابر مع قطر وعلى خطورتها ليست التهمة الوحيدة إذ حكم على الشيخ في تموز يوليو 2015 بالسجن لأربع سنوات بتهمة التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسع سنوات بعدما دنته أيضا بتهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى أربع سنوات لم تتوقف التظاهرات الشعبية والشيخ الذي كان يسير في مقدمتها بقي مشاركا في الصور واللافتات ووجدان المحتجين هذا إضافة إلى موجة الإدانات والانتقادات للسلطات التي أطلقتها منظمات حقوقية والولايات المتحدة الأمريكية حليفة البحرين إذ طالبت أربع وثلاثون منظمة حقوقية دولية من خمس وعشرين دولة ولا سيما في اليومين الماضيين بإسقاط جميع التهم الموجهة للشيخ علي سلمان والإفراج الفوري وغير المشروط عنه مضيفة بأن هذه القضايا لا أسس لها ومرتكزة على تهم كيدية دوافعها سياسية ترجمة نانسي قنقر